الجزائر التي عقدت فيها اتفاقية الجزائر في العام 75 لم ترد أن تتخلى عن إيقاف الحرب والرئيس الجزائري أوفد وزير خارجياته إلى بغداد وقام بجولات مكوكية بين العراق وبين طهران وبغداد وقتل في حد استائرة في 4 مايو 82 كنت وزير دولة لشؤون خارجية ووزير خارجية للنهاب ماذا حدث؟ والله قبل مقتل الوزير محمد ويحيا الصوت نعم محمد ابن يحيا أنا أوفدت من قبل الرئيس إلى أحمل رسالة إلى الرئيس شاذلي بن بديد الرئيس الجزائري الرئيس الجزائري وكان معي وكيل وزارة الخارجية عبد الحسين الجمالي التشاهد إن شاء الله يسمعه فحضرنا في القصر الرئيسي في الجزائر وكان بن نص الرئيس الشاذلي استلم الرسالة وقرأها قال أنا كنت واثق بأن الأخوة مصمم على الحرب ضد إيران لأنه عندما وصلتنا المعلومات المؤشرات بتوتر الأوضاع وتصاعد هذا التوتر بين العراق وبين إيران وربما يتصاعد إلى حد الاصطدام المسلح راح إلى بغداد الرئيس الشاذلي يقول فتحت الموضوع مع الأخ الرئيس الصدام ولم يصغي لي لم يهتم اهتمام جدي لكلامي هذه كانت طريقته لما يكون حاجة مش عقباه أنه يعني يعمل من أمامه يمر عليها مرور الكرام فقال لي أن الحقيقة اقتنعت قناعة كاملة أن الرئيس صدام مقرر مصمم على شن الحرب ضد إيران وليس هناك أي جدوى في موضوع إثناء عن هذا العمل بعدما صارت الحرب وصارت ضحايا كثيرين تطلع على شاشات التلفزيون من الجانبين طبعا الجزائر تتحرك بالتأكيد راعية الاتفاقية 75 فقام بزيارات مكوكية محمد بن يحي وصارت حادثة الطائرة إسقاط الطائرة أمر طبيعي أن الجزائر إسقطت الطائرة أثناء توجهه من بغداد إلى طهران على الحدود بين البلدين على المثلث بين تركيا وإيران والعراق تقريبا بس سقط الصاروخ الذي ضرب الطائرة في الأراضي الإيرانية نعم في ذلك المثلث واتهمت إيران أنها قتلتها اتهمت إيران هي التي قامت بالعملية إلى آخره فمرت فترة أشهر طبعا وبالتأكيد متوقع أن يجري تحقيق من قبل الإيرانيين والجزائرين في هذا الموضوع فإجانا وزير النقد الجزائري إلى بغداد فوزير النقد طبعا موفد من القيادة من الرئيس الشاذي بن جديد الرئيس الجزائري والقيادة الجزائرية فأنا استدعيت أيضا إلى الحضور في القصر الجمهوري فكان الرئيس صدام والموفد الجزائري وأنا فقط ثلاثة في هذا اللقاء اللقاء ما استمر كثيرا كان الوزير النقد الجزائري يحمل مجلد حقيقة كبير ملف ضخم طبعا قدم مضمون المهمة ما هي فقال لسيادة الرئيس أنا مرسل من الرئيس الشاذي بن جديد ومن القيادة الجزائرية إحنا أجرينا تحقيق موسع وشامل في موضوع إسقاط طائرة وزيرنا وكذلك الإيرانيين وتوسعنا بالمدل الإيرانيين ذكروننا أن هذا الصاروخ ليس إيرانيا فأخذنا الصاروخ لأن علي رقم ما تبقى فيه رقم على الصاروخ نعم رحنا للاتحاد السوفيتي وصلنا في روسيا فالسوفيتي أكدوا أن هذا الرقم بصفقة صواريخ عقدها العراق بالتاريخ الفلاني بكل التفاصيلات يعني العراق فيقول هو الوزير الوزير هذا اللي سمعت من عنده ثبت لنا للقيادة الجزائرية أن العراق هو الذي قام طائرة عراقية يعني صاروخ قو قو كان جو جو طبعا طائرة حربية عراقية لكن الرئيس الشاذي بن جديد أصدر تعليمات مشددة جدا أن هذا الموضوع التحقيق يكون فيه نطاق ضيق جدا يعني للجنة العليا لجبهة تحرير الوطني جزائرية ومجلس الوزراء وربما مو كل مجلس الوزراء الوزراء المختصين وأنه لا ينزل إلى الشارع ولا ينزل إلى وسائل الإعلام بأي صورة وهذه تعليمات قالها مشددة جدا من الرئيس شخصيا فاستلم التقرير الرئيس صدام ولم يعلق بكلمة واحدة أثناء الجلسة كلها هي ما طولت يعني كانت جدا قصيرة يعني لم يعلق بأي شيء أطلاقا ولم يظهر على وقه أي شيء أبدا أبدا وبعد ما راح الوزير صافح فيما الله فيما الله خلاص ورح وطبعا لم أطلع على التقرير معنى ذلك أن صدام كان على علم هل قتل الوزير الجزائري بأوامر طائرة مدنية فيها وزير خارجية من المؤكد هذا اللي سمعت من وزير النقل الجزائري ولم أطلع بالتأكيد ما أثر هذه الحدثة على العلاقات بين صدام والشزلي بن جديد والله هو نفس الشادلي بن جديد يعني كان ممتعد طبعا من قابلته وبعدها والله ما أعرف بمناسبة الجزائر في علامات استفهام كثيرة أيضا حول مقتل الرئيس هوار بومديان حيث قيل أنه أصيب بمرض غامض بعد زيارة قام بها إلى العراق وظل هذا المرض غامضا حتى توفي في 27 ديسمبر 78 ولم يتم الكشف عنه هل عندك أي معلومات أو إشارات حول هذه القصة؟ والله أنا أيضا رحت في وفد لتمثيل العراق في تشييع الرئيس بومديان في 27 ديسمبر 78 كان رئيس الوفد السيد طاهم حيدين معروف نائب رئيس الجمهورية كان نائب رئيس الجمهورية وطبيب طبعا وكان مشرف على موضوع علاج الرئيس ينسق الأطباء الروس والفرنسيين والعرب وإلى آخره فهو ذكر لي المعلومة التالية حقيقة وأنقلها كما هي ولا أعلم أحمد طالب الإبراهيم وإن شاء الله حليل أن نرزقه طبعا ذكر لي بأنه الرئيس مصاب قال ما ممكن واحد بالأخير فقط هو ويمكن مجموعة صغيرة جدا اللي يشوفوه لأنه يقول لي مرض عجيب غريب أنه الرئيس يعني قام يضمحن جسمه بحيث صار شبح بعديا ويتساقط شعر عيونه وكله وراسه وإلى آخره وحواجبه وعظامه ينكسر بأول هو يمسكها واحد يقول الأطباء الفرنسيين عجزوا عن تشخيص المرض الروس عجزوا عن تشخيص كل الأطباء اللي كانوا يقومون بعلاجه ما قدروا يشخصون ما هو هذا المرض وتوفي أنا الحقيقة ما أعرف خطر ببالي بعدين شفت حالة من الحالات اللي واحد اتناوش لكن هل ذكر لك أن ده كان لعلقة بزيارة قم بها إلى بلد لا 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 فقط ذكر لي حالة الرئيس بومديان فقط لم يذكر لك أن بومديان ظهرت عليه الأعراض بعد زيارة إلى بغداد ولا أصلا هاي كانت تغطر بباله أعتقد لأنه ما ذكر لي أي شيء لكن ذكر لي الشيء التالي أو أنا بعلمي ما ذكر ليه هو الدكتور أحمد طالب أو أنا أعرف أنه أعراض المرض ظهرت على الرئيس بومديان في دمشق بعد مغادرة بغداد مباشرة في طريق عودته إلى الجزائر كان في بغداد نزل في دمشق للقاءات مع القيادة السورية واللي فهمت من الدكتور فعلا الأحمد طالب الإبراهيمي أنه أعراض المرض يقولك هو من كان في دمشق بعد ما بس ما عنده شكوك أنه موضوع آه أنه علاقة يعني ما بيّن لي هذا الشيء وأعتقد ما كان يعرف هذا الشيء الموضوع هذا الحقيقة فقط استنتاج ليس مبني على مسألة علمية ولا معلومة ثابتة بس شفت حالة من حالات اللي الناس العراقيين اللي اتناولوا السم الثاليوم الثاليوم في شمال العراق في صلاح الدين في شمال العراق شخص جاء جابوا لندن لأنه نقلوه إلى سوريا من شمال العراق من أربيل إلى سوريا هو أمر رئيس حافظ الأسد هم اثنين ما أذكر الواحد وواحد اسمه دكتور عبد الكريم الجبوري أيضا نفس الحالة ففي مستشفى هنا أول مرة يكتشف يشخص هذا المرض بأنه سم الثاليوم سموم الثاليوم يعني اكتشف نفس الأعراض نفس بالضبط نفس الأعراض فهذا الحقيقة الشكوك وليست مبنية على شيء متى أدرك صدام حسين أنه سيخسر الحرب بعد اثنين وثماني بعد اثنين وثماني نعم نعم ولماذا رفض كل الوطن